السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم جديد في قناة فريدة شانيل كنتمنى تكونوا جميعا على خير وخير في أحسن الأحوال بإذن الله وما ننساوش كالعداء الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على في هذا الفيديو ما الإعلان عن مباراة التبريز بالنسبة للتعليم الثانوي تأهيل دورة 2022 على بالنسبة للإعلان تعليم وصرة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها ستنظم مباراة التبريز للتعليم الثانوي تأهيل دورة 2022 في التواريخ المبينة في الجدول الأسفل حسب التخصصات على بالنسبة لبعض التخصصات كانت فترة تجيل بالواقع الإلكتروني في النوابير وأيضا كين مركز ديال الاختبارات الكتابية اللي كانت في ثانوية ديكارت الريبار على بالنسبة للتخصصات المفتوحة حاليا على كين تخصص ديال علوم الاقتصاد والتدبير تخصص التدبير علوم الاقتصاد والتدبير تخصص الاقتصاد في المعلوميات في اللغة الفرنسية وفي الترجمة على بالنسبة لهنا كين عدد المناصب على بالنسبة لتخصص تدبير كين 20 تخصص الاقتصاد 20 معلوميات 15 لغة الفرنسية 30 والترجمة 15 على بسببتنا التاريخ الاختبارات الكتابية 29.31 مارس 2022 بالنسبة تخصص اقتصاد 29.31 مارس على بالنسبة للمعلومات نفس التاريخ يعني 29.31 مارس بالنسبة لفرنسية 5.67 أبريل والترجمة 5.67 أبريل 2022 المسبة هنا التاريخ من 1 مارس 2022 إلى 15 مارس 2022 المسبة هنا الفترة تجيل في الموقع المخصص بالمباراة وهناك المركز الجهوي المهن التربية والتكوين لجهات الربال سلاطوني ديرا هنا مكان الاختبار الكتابي المسبة لشروط الشيح للمباراة تبريز يشترطه في المترشيح أو المترشيحة أن يكون من جنسية مغربية لا يتجوز عمره 45 سنة عند تاريخ التوظيف وذلك بالنسبة للمترشيح أو المترشيحة غير الموظف وغير الموظفة أن يكون قد أنهى تكوينه بسيك تحضير مباراة تبريز أو بسيك دراسي معترف بمعادلتي لهذا السيك حاصلا أو حاصلة على ديبلوم للسيك الثالث أو ما يعادله أو شهادة السيك الثالث للمدارس العليا للأساتذة أو ما يعادله أو ديبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله أو الدكتورة أو ديبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو ما يعادله إحداهما أو شهادة المسطر أو المسطر المتخصص أو ما يعادله في إحدى التخصصات المطلوبة هذا بالنسبة لشروط الترشيح لأن بسبب الكيفية الترشيح يأتيم الترشيح لجتياز اختبارات الكتابية لمباراة التبريز للتعليم الثانوي عبر الموقع الالكتروني www.aggregation.mem.gov.ma وذلك قبل استرام الأجار المحددة في الجدوى الأعلى يعني قبل من 15 مارس من 1 مارس إلى 15 مارس وبنسبة لحاليا هاد الواقع ما خدمش هلو حتى الواحد مارس إن شاء الله عذا يبدأ تجي للترشيخ الاختبارات الكتابية بالنسبة لي ملف الترشيح كيتكون هاد الوثائق لجميع التخصصات إن وصل الترشيح المستخرج من الموقع الإلكتروني الخاص بالمبارات إن طلب تعيين أو إعادة تعيين في منصب تعليمي يعبيه المترشيح أو المترشيحة إن يكون تحت إسم المطبوع رقم 2 ويتم تحميله من الموقع الإلكتروني للمبارات شهادة تفذ أن المعني بالأمر أنها تكوينه بسيك تحضير مبارات تبريز أو شهادة متابعة تكوين بالسنة الثانية من هذا السيك أو الإدلاء بنسخة مصادقة عليها الإحدى الدبلومات أو الشهادة المطلوبة أعلى بالنسبة للشروط نسخة من عقل الزياد وصورة من البطاقة الوطنية للتعريف أو صورة مصادقة لها من البطاقة التعريف الوطنية نسختان من تأكيد جيل مترشيح في المبارات بالموقع www.devenir.go.ma بالنسبة لها الموقع بالإضافة إلى الوثائق السابقة بالنسبة للتخصصات الألية على مسبة الوثائق اللي ذكرت سابقا لهذه التخصصات الرياضية الفيزياء العلوم الصناعية لمهندس تخصصي الهندسة الميكانية والهندسة الكهربائية لكن بعض التحصصات ديجا داز الوقت كان في نوامبير 2021 البنسبة للطريقة دي الإضافة إلى ملفات الترشيح بعد تحميه جميع مكونات ملف الترشيح في الموقع الإلكتروني الخاص بالمبارات يتم إضافة حسب الجدول أسفله البنسبة للرياضيات والفيزياء وعلوم الصناعية للمهندس تخصص هندسة كهربائية وتخصص هندسة ميكانيكية كانت في نوامبير 2021 البنسبة للتخصصات هي المعلومات والترجمة واللغة الفرنسية علوم الاقتصاد والتدبير تخصص الاقتصاد وتخصص التدبير تكون في المركز الجهوي لمهند تربية والتكوين مراكوش أسفي بالنسبة للمعلومات والترجمة بالنسبة للفرنسية تكون في المركز الجهوي لمهند تربية والتكوين مراكوش أسفي المركز الجهوي لمهند تربية والتكوين فاس مكناس على بالنسبة للفرصية ستكون في مراكش أسفي وفاس مكناس بالنسبة للعلوم الاقتصاد والتدبير تخصص اقتصاد والتخصص تدبير ستكون في المركز الجهوي الميهان التربية والتكوين دار البيضاء السطات وهنا 17 مارس 2022 على الساعة الرابعة والنسبة زوالاً سيكون هو آخر أجل لإدعاء ملفات الترشيح وبالنسبة للإعلان عن لوائح المترشيح المقبولين للجهاز الشطرة الكتابي لهذه المباريات ستكون على البوابة الإلكترونية اللي تشغيل العمومي اللي هي أمبل واب بيبليك وعلى الموقع الإلكتروني وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضات فادول بي بوامين بوان جو بوان عم على هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو كنتم نتعفق للجميع ما تنساوش إذا أعجابكم فيديو دعمي بإعجاب للفيديو إذا كنتم أول مرة كتشوفوا القناة ما تنساوش دعمي باشتراك في القناة وتفعيل جرس ليس لكم الجديد وما تنساش أيضا تقاسم الفيديو لكي تعمل فائدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته